بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو فيديو القدرات رقم 8 نقول لي حدد العنصر والمركب في ما يلي هذا أثنين هم كابتل يعني كربون وأكسجين إذن هو مركب هذا الماي مركب يتكون أكثر من العنصر هذا مركب كلوريد الصوديوم هذا عنصر مغنيسيوم بروحة هذا غير عن هذا وقلناها الكلام مقبل هذا كوبلت عنصر ليش؟ لأن الحرف الثاني سمول فهو يتبع الحرف الأول يتبع نفس الرمز إذن هذا عنصر الكوبلت وهذا نفس الشي هذا عنصر الزئبق يسألني عن عدد العناصر الموجودة هنا وهنا هنا في عنصر واحد اللي هو السيليكون ليش؟ لأن هذا سمول معناته يتبع هذا معناته كلهم يرمزون لعنصر واحد بينما هنا S I عندما ينفصل الزيت يطفح فوق والماء يصير تحت ويصير عندك طبقتين فهو هذا سنسميه متجانس سأقول ميم غير متجانس غين ميم الكحول في الماء متجانس الزيت في الماء غير متجانس لأنه يعطيني طبقتين الروب أنت تشوفه كم طبقة طبقة واحدة معناته متجانس يعني تشوفه شكل واحد حبيبات الرمل في الماء تقدر أنت تميز الرمل وتميز عنه الماء إذا أنت تشوف شكل لين فهو غير متجانس ماء البحر متجانس لأنك تشوفه كلها ماء مع أنه فيه أشياء مذابة داخل بس أنت تشوف الماء الهواء النقي أيضا متجانس ليش؟ أنت ما تشوف شيء أصلا يوالله صح ما تشوف شيء محلول السكر متجانس لغير متجانس متجانس لما تذوب شكل بالماء ما تشوف إلا شكل واحد ما تشوف حبيبات الشكل خلاص تختفي الهواء المترب يعني الإغبار والله إحنا تعودنا على الإغبار نقدر نقول متجانس بس لا علميا هو غير متجانس لأنه فيه هوا يعني فيه فراغات وفيه رمو يقولي عنصر عدد الذري التسعة عندما ترتبط ذرتان من هذا العنصر معا فإن الرابطة في الجزئ الناتج تكون شنا شوفوا أخوي إحنا ندرينا 1S2 2S2 2B5 هذي لها تسع إلكترونات حلو معناته هذا العنصر ينقصه إلكترون واحد فقط عشان يوصل للترتيب الخامل صح عشان تتعبه كل أفلاكه ويصير مستقر لما يبثنتين من هذا العنصر ذرتين من نفس العنصر راح يسوي رابطة تساهمية عشان أثنينهم يكملون طبعا ما راح أقول لكم للعنصر وهو الفلور راح يحط هذا إلكترون وحط هذا إلكترون وتسوي رابطة تساهمية يقول لي هني إذا كانت كثافة الإثلين غلايكول هي كذا فإن الكثافة النسبية للإثلين غلايكول هي شنوه؟ كثافة النسبية هي كثافة المادة على كثافة الماء خلاص وتطلع بدون وحدات ليش؟ لأن تروح وحدة الكثافة اللي فوق مع وحدة الكثافة تحت تقسمهم على بعض فتكون بدون وحدات وكثافة الماء فيها غلب الكتب هي واحد فلو تلاحظ الرقم هذا هو نفس الأرقام اللي موجودة ما تغير شيء لكن الشيء يتغير الوحدات فإحنا راح نحطها بدون وحدات ليش؟ لأنه لما نقسم على كثافة الماء راح نقسم على واحد لكن راح نشطب الوحدة اللي فوق مع الوحدة اللي تحت يقول لي ما عدد مولات الكلور اللازم الاتحاد مع كذا كذا مول من الكربون لتكوين هذا المركب في المركب كل ذرة كربون مقابلها أربع ذرات كلور صح؟ يعني كل مول واحد مول كلور في أربع مول يقابل من الكلور حلوين؟ فإذا كان عندي هذا الرقم من الكربون شكثر راح يكون عدد مولات الكلور راح نضرب طرفين في وسطين راح نقول عدد مولات الكلور يساوي أربعة ضرب صفر فاصلة واحد ثلاثة راح يقضينا صفر فاصلة اثنين وخمسين مول يقول لي معدد مولات غاز ثاني كسير الكربون ناتجة من احتراق كذا كذا مول من CH4 له الميثان في كمية كافية من الأكسجين وفقا للمعادلة التالية وحاط له معادلة راح أقول له الحبيب بالمعادلة انت تبعي العلاقة بين مولات ثاني كسير الكربون وبين مولات الميثان بالمعادلة واحد مول ميثان أعطاني واحد مول CO2 صح منات النسبة واحد إلى واحد منات إذا احترق من هذا ثلاثة فاصلة ثنعش أكيد هذا راح يعطيني بعد نفس الرقم ما هو عدد قرامات هيدروكسيد البوتاسيوم يعني بالأم أس المتوفرة في ميتين وخمسين مللتر أعطاني من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم الذي تركيزه كذا مول لكل لتر لاحظني مللتر وهني بي باللتر فأول شي راح اقول والله المولارية تساوي N على V باللتر صح هذي V باللتر هل ال V عندي باللتر لا ال V باللتر راح تساوي ميتين وخمسين على الف 0.25 لتر لحين صارت باللتر هذي حولتها الى لتر وبعدين أبي أحسب عدد المولات عندي فراح اقول عدد المولات حسبها القانون هذي ضرب بعض صح مولارية ضرب حجم باللتر راح يساوي المولارية اعطان اياها 0.21 مول اللي قلت ال 0 عشان كن بس ضرب 0.25 اللي هو الحجم اللي الى طلعته 0.0525 مول طلعت عدد المولات لكن هو طالب عدد القرامات عشان طالع عدد القرامات راح اقول N يساوي MS على MWT اذا MS راح تساوي N ضرب MWT حيث ان عدد المولات طلعت 0.052 حلوة حيث ان تحس ان موضي اخبار الMWT راح احسب ها وين القى الحبايب ذور راح القاهم في الصفحة الاولى راح القى الابوتاسيوم 39.1 زاد الاكسجين ب16 زاد الهيدروجين ب1 يبقى دور الالة الحاسبة يعطيني تقريبا 2.95 اذا علمت ان الصيغة الاولية المركب ما هي CH كتلة الصيغية هي 26.04 المن بان الكتلة المولية للكربون تساوي كذا والهيدروجين تساوي كذا فان الصيغة الجزائية المركب تساوي شوف يبقى CH كتلتها MWT مالة CH تساوي كم قال لي الكربون 12 والهيدروجين 1 العادة هذي تلقوهم بالصفحة الاولى بس بها السؤال فمعناته سأقول C زائد H والمجموعة سيصير 13.0 2 عدد المضاعفات اللي أضرب فيها عشان أوصل من الصيغة الاولية الى الصيغة الجزائية يساوي كتلة الصيغة الجزائية على كتلة الصيغة الاولية وفعطاني هذه هي كتلة الصيغة الجزائية تقسيم كتلة الصيغة الاولية اللي أنا حاسبها هذه واضحنا عدد المضاعفات راح يساوي اثنين إذن راح امسك الصيغة هذه وأضربها باثنين راح تصير C2 H2 وهذا هو المركب المطلوق قولي عندي اضافة 100 سنتيمتر مكعب من الماء الى 100 سنتيمتر من محلول NaOH لتركيزه كذا فان قيمة pH المحلول المخفف هي شنو والله يشوف يا الحبيب اول شي انا ابيع حسب التركيز اليديد فراح اقول M1 V1 يساوي M2 V2 بمعنى التركيز الاول في الحجم الاول يساوي التركيز الثاني في الحجم الثاني قبل التخفيف هذا قبل التخفيف وهذا بعد التخفيف قبل التخفيف كان عندنا 100 سنتيمتر مكعب مضروبين في المولارية هذه 0.1 بعد التخفيف اضفنا 100 يعني صار المجموع 200 سنتيمتر مكعب والمولارية مجهولة اذا راح اقول M2 تساوي 0.1 ضرب 100 تقسيم 200 0.05 مول لكل لتر هذا هو التركيز اليديد لمحلول NaOH هو يبي شنو يبي pH فمعناته دام انه عندي مول واحد من OH معناته هو نفس التركيز هذا فراح اطلع POH تساوي سالب log OH تساوي سالب log البتاع هذا 0.05 اطلع 1.3 وعندي انا قانوني اللي يقول pH زائد POH يساوي 14 استنتج منه دامنا POH يساوي 1.3 اذا اكيد pH ستساوي 14 1.3 وعندي pH 12 7 يارب تكونوا استفدتوا والحمد الله رب العالمين